اشتركوا في القناة احلها مباشرة او على الاقل تعيد المباراة فهذا يعني اعطاء الحكام الافريقى الضوء الاخضر لترتيب المباراة بدون خوف من العقاب لان ما شاهده العالم في البليدة قتل لفرحة شعب مع سبق الاصرار والترصد ومن يقول ان الخطأ او الاخطاء التي ارتكبت تقنية فهو لا يفقه شيئا في كرة القدم كيف يجر مدافع ويدفع بقوة ليسقط الحارس امام الحكم ثم يحتسب الهدف بوجود الفار ناهيك عن ضربة جزاء البطولة والفيفا وكل جماهير كأس العالم يجب ان تقف الى جانب الحق وتعد مشاهدة المباراة وكلهم بدون استثناء سيعرفون ما حدث من ظلم واضح للجزائر ان لم تنصف الفيفا الجزائر وتأهلت الكاميرون فسأشجع كل الفرق التي ستنافسها ولن اكون محايدا كانت هذه التصريحات المصري خالد بيومي عن المنتخب الجزائري وفي الاخير اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد